موسيقى أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر علمي أهلا وسهلا بكم يتجدد لقائنا بدروسنا التعليمية لمادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني أعزائي الطلبة أخذنا في الحلقات السابقة النسب المثلثية وهي الجيب وجيب التمام والظل اليوم بحلقتنا عزيز الطالب سنتعرف على الدوال المثلثية وكيفية تمثيلها ورسم هذه الدوال ولكن سوف نستعرض هذا كله بعد الفاصل فابقوا معي أعزائي الطلبة رجعنا من جديد وكما قلنا حلقتنا اليوم أعزائي الطلبة عبارة عن التمثيل للدوال المثلثية اللي هو الجيب وهو الساين وجيب التمام اللي هو الكوساين والظل الزاوية اللي هو الظل اللي هو التان الدوال الجيبية تسمى الدالة على الصورة Y تساوي A ساين B X دالة الجيب إذن عرفنا عزيز الطالب أن الدالة الجيب تكون على صورة Y تساوي A ساين B X ودالة جيب التمام تكون على صورة Y تساوي A كوساين B X حيث A والB لا تساوي الصفر وكل منها دالة دورية Y تساوي A ساين B X وY تساوي A كوساين B X تسمى مطلق الأي ساعة الدالة الجيبية إذن عزيز الطالب سواء في دالة الجيب أو جالة جيب التمام إذا طلب مني أني أنا أوجد ساعة الدالة اللي هي مطلق الأي مطلق الأي وأيضا مطلق البي يمثل عدد الدورات في الفترة المغلقة من الصفر إلى أثنين باي إذن مطلق الأي اللي هي نسميها ساعة الدالة سواء كانت دالة الساين أو دالة الكوساين مطلق البي واللي هو معامل الأكس في الزاوية معامل الأكس اللي هي مطلق البي يمثل عدد الدورات في الفترة المغلقة من الصفر إلى أثنين باي وأيضا أثنين باي على مطلق البي يمثل دورة الدالة إذن أنا عندي ثلاث أشياء عزيز الطالب عندي ساعة الدالة اللي هي عبارة عن مطلق الأي وعندي عدد الدورات اللي هي مطلق البي وعندي الدورة الدالة اللي هي عبارة عن أثنين باي على مطلق البي مثال أوجد السعة والدورة لكل مما يلي y تساوي سالب أثنين ساين ثلث اكس إذن السعة عزيز الطالب عبارة عن مطلق الأي وقلنا الدورة عبارة عن أثنين باي على مطلق البي إذن الأي عندي هنا بسالب أثنين وعندي البي عبارة عن ثلث إذن عشان أنا أوجد السعة عبارة عن مطلق الأي اللي هو مطلق سالب أثنين وساوي أثنين وأيضا الدورة عبارة عن أثنين باي على مطلق البي وتساوي أثنين باي تقسيم ثلث اللي هو رح يعطيني ستة باي إذن السعة عبارة عن أثنين والدورة عبارة عن أثنين باي على المطلق البي اللي هي تساوي ستة باي أيضا أوجد السعة والدورة لكل مما يلي y تساوي نص كوسائل سالب الأكس إذن الأي عبارة عن نص والبي عبارة عن سالب واحد إذن عندي رح تكون السعة عبارة عن مطلق الأي اللي هي مطلق النص تساوي نص وأيضا الدورة عبارة عن أثنين باي على مطلق البي يساوي أثنين باي تقسيم مطلق السالب واحد طبعا مطلق السالب واحد رح يكون بواحد إذن رح يطلع للناتج أو الدورة عبارة عن أثنين باي التمثيل البياني للدوال المثلثية إذن الحين سوف أستعرض شون أنا أمثل الدوال المثلثية أو شون أرسم الدوال المثلثية أولا رح نوجد أو نمثل ونرسم دالة الجيب دالة الجيب مثل ما قلنا F of X عبارة أو تساوي ساين الـ X حيث الـ X تنتمي إلى R إذن دالة الجيب بصورة Y تساوي ساين الـ X أو F of X تساوي ساين الـ X هي دالة مثلثية مجالها R ومداها من سالب واحد إلى واحد الفترة المغلقة من سالب واحد وواحد دالة الجيب هي دالة دورية ذات دورة 2B إذن دالة الجيب عزيزي الطالب عبارة عن دالة دورية دورتها 2B تقسم الدورة الواحدة إلى 4 ثم نكون الجدول في الفترة من الصفر إلى 2B كالتالي إذن عزيزي الطالب عشان أنا أمثل دالة الجيب عزيزي الطالب أول شيء رح أوجد السعة الخطوة الثانية رح أوجد الدورة إذن السعة اللي هي وقلنا مطلق الأ رح أوجد الدورة الدورة مالتي اللي هي عبارة عن 2B على مطلق الـ B الخطوة الثالثة رح أوجد ربع الدورة شنو هي ربع الدورة؟ معناته الدورة على أربعة بعدها أسوي الجدول عبارة عن الـ X وساين الـ X إذن رح أبدأ إذن أنا عندي دورة 2B لمن أي أقسم الأثنين دورتي أثنين باي لمن أي أقسم على أو أي بربع الدورة معناتها باي على أثنين إذن بديت بالصفر بعدين باي على أثنين أزيد طبعا الصفر زيتها باي على أثنين طلعت لي باي على أثنين أزيد الباي على أثنين زائد باي على أثنين تعطيني باي أزيدها باي على أثنين رح تعطيني ثلاثة باي على أثنين أزيدها باي على أثنين رح تعطيني أثنين باي إذن ساين الصفر عبارة عن الصفر ساين أو جاء باي على أثنين اللي هو واحد ساين الباي عبارة عن الصفر ساين الثلاثة باي على اثنين بسالب واحد ساين اثنين باي رح يكون بصفر لاحظ عزيز الطالب أنا بديت بالصفر بعدها صارت واحد رجعت مرة ثانية صفر بعدين أنزل سالب واحد أرجع بالصفر وهكذا عشان تذي احنا نقول أنه هي دالة دورية إذن لاحظ عزيز الطالب إذن الساعة مالتي من الواحد إلى سالب واحد هذه الساعة مالتي إذن عبارة أول تقسيمة الربع الدورة مالتي باي على اثنين بعدها باي بعدها ثلاثة باي على اثنين بعدها اثنين باي إذن بديت بالصفر ساين الصفر بصفر ساين الباي على اثنين بواحد ساين الباي بصفر ساين ثلاثة باي على اثنين بسالب واحد ساين الاثنين باي باثنين باي أو بصفر إذن عندي رح أرسم أوصل بين النقاط لاحظ عزيز الطالب إذن بدأت صفر واحد صفر سالب واحد صفر أسمي هذا الشكل هذا عبارة عن دورة واحدة دورة من الصفر إلى اثنين باي نلاحظ القيمة اللي هني هي أعلى قيمة نسميها ماكس وهني قيمة صغرى اللي هي الميني إذن حيث أنها دالة دورية دورتها اثنين باي فأنها تتكرر قيمها ومن ذلك يمكن رسم بيان الدالة إذن لاحظ ما عزيز الطالب هذا التمثيل البياني لدالة الجيب في التمثيل البيانة عزيز الطالب أقل شيئا أنا أرسم دورتين لاحظ اللي باللون الأخضر هذه دورة كملتها الدورة الثانية اللي باللون الأحمر كملتها اللي باللون الآخر باللون الأزرق هذه دورة أو من الجهة الأخرى من الجهة المعاكسة تصير هذه دورة إذن يا إني أنا أرسم الدورتين واحدة من جهة اليمين واحدة من جهة اليسار أو إني أنا أكمل الدورتين من نفس الجهة من بيان دالة الجيب نلاحظ F of X تساوي ساين الأكس حيث الأكس تنتمي إلى R لأي عدد صحيح N فإنه ساين N باي يساوي صفر لأي عدد صحيح N فإنه للدالة F of X تساوي ساين الأكس قيمة عظمى عنده X تساوي باي على أثنين زائد أثنين N باي لهذه عدد الدورات عزيز الطالب إذن أعلى قيمة عندي في دالة الجيب اللي هي عند باي على أثنين وقيمة صغرى عنده X تساوي ثلاثة باي على أثنين زائد أثنين N باي دالة الجيب دالة فردية لأن ساين سالب الأكس تساوي سالب ساين الأكس إذن دالة الجيب عبارة عن دالة فردية لو نلاحظ عزيز الطالب إنه في هذه الجهة إذا أنا أخذت في الموجب تصير صفر واحد صفر سالب واحد صفر إذا بأخذها بالناحية الثانية أبدأ بالصفر بعدين سالب واحد بعدين صفر بعدين واحد إذن عبارة عن ساين سالب الأكس تساوي سالب ساين الأكس منحنة دالة متناظر حول نقطة الأصل إذن معناته إن دالة الجيب عزيز الطالب لازم تمر في نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر ساعة الدالة هي A تساوي ماكس F ناقص ميني F على أثنين إذن القيمة العظمى ناقص القيمة الصغرى على أثنين هذه ساعة الدالة مثال أوجد الساعة والدورة ثم أرسم بيان الدالة Y تساوي ثلاثة ساين أثنين X إذن عزيز الطالب أول شيء أبي أييب الساعة كما قلنا الساعة اللي هي تساوي مطلق الأي أي إنها تساوي مطلق الثلاثة اللي هي تساوي الثلاثة وأيضا رح نوجد الدورة اللي هي عبارة عن أثنين باي على مطلق البي أي تساوي أثنين باي على مطلق البي البي اللي هي أثنين إذن أثنين باي على مطلق الأثنين اللي هي أثنين باي على أثنين تساوي باي رح أوجد الخطوة الساعة ربع الدورة اللي هي أخذ الدورة أقسمها على أربعة اللي هي الدورة عبارة عن باي على أربعة إذن هاي ربع الدورة إذن رح أعمل جدول رح أحط قيمة الأكس وعندي قيمة ال-Y إذن بديت أول شيء بالصفر بعدها أبدأ اللي هي الربع الدورة مالتي أزيد عليها باي على أربعة وبعدين أبدأ أزيد مرة ثانية باي على أربعة زائد باي على أربعة يعطيني أثنين باي على أربعة اللي هي باي على أثنين أزيدها باي على أربعة اللي هي ثلاثة باي على أربعة أزيدها باي على أربعة اللي هي تطلع أربعة باي على أربعة اللي هي باي إذن ساين الصفر عبارة عن الصفر ساين باي على أربعة بثلاثة إذن أعوذ بقيمة أعوذها بالدالة ثلاثة ساين أثنين في صفر تعطيني صفر ثلاثة ساين أثنين في باي على أربعة تعطيني ثلاثة ثلاثة ساين أثنين في باي على أثنين تعطيني بصفر ثلاثة ساين أثنين في ثلاثة باي على أربعة تعطيني بسالب ثلاثة ثلاثة سايل أثنين في باي رح تعطيني بصفر إذن عندي الإكس صفر وصفر أي أرسم إذن باي على أربعة باي على أثنين ثلاثة باي على أربعة الباي أقدر من الجهة الأخرى من الجهة الأخرى حتصير سالب باي على أربعة سالب باي على أثنين سالب ثلاثة باي على أربعة سالب الباي أي أرسم إذن الصفر صفر وصفر إذن باي على أربعة ومنه الثلاثة بعدين باي على أثنين والصفر بعدها ثلاثة باي على أربعة وسالب ثلاثة بعدها باي وصفر أي أوصل بينهم؟ إذن ممكن أكمل الدورة أنا وصلت هنا الصفر عند الباي أقدر أكمل رح تصير بواحد بعدها صفر بعدها بسالب واحد بعدها بصفر أقدر أكمل الدورة أو أخذها من الجهة الأخرى هنا صفر رح قلنا بعكس الإشارة هنا باي على أربعة بواحد فتصير هنا سالب باي على أربعة رح تصير بشم؟ بسالب واحد بعدها بصفر بعدها بواحد بصفر وهكذا إما أني أخذ هذه عبارة هذه عبارة عن دورة وهذه عبارة عن دورة أو أكمل الدورة الأخرى بنفس الاتجاه أوجد السعة والدورة ثم أرسم بيان الدالة y تساوي سالب 2 سين نص x حيث x أكبر من أو تساوي سالب 4 باي وأصغر من أو تساوي 4 باي إذن عزيز الطالب السعة عبارة عن مطلق الإيه اللي هو تساوي مطلق سالب 2 اللي هي تساوي الأثنين الدورة 2 باي على مطلق البي 2 باي على مطلق النص اللي هي راح نوصل حق 4 باي ربع الدورة معنات الدورة على أربعة معنات أربعة باي على أربعة راح تطلع للدورة أو ربع الدورة باي إذن أسوي الجدول راح أبدأ أول شيء بالصفر عزيز الطالب أزيد عليها الدورة اللي هي باي أزيد عليها الدورة أزيد عليها باي اللي هي 2 باي أزيد عليها باي اللي هي 3 باي أزيد عليها باي اللي هي 4 باي إذن عزيز الطالب راح نعمل الجدول وضعنا قيام الاكس اللي هي الصفر والباي واثنين باي وثلاثة باي وأربعة باي رح نعوض باستخدام الآلة سالب اثنين ساين نصف في صفر رح يطلع لي صفر بعدها سالب اثنين بعدها صفر بعدها اثنين بعدها صفر لاحظ عزيز الطالب أنه أنا الساعة ماتي من اثنين يعني بين الاثنين والسالب اثنين إذن لمن أي أرسم ما تعدى الاثنين ولا تعدى السالب اثنين تكون بهذه المحتوى إذن حطيناهم إذن شوف الخط هي بين الاثنين والسالب اثنين إذن صفر وصفر باي وسالب اثنين باي وأثنين باي وثلاثة باي وأثنين وأربعة باي وصفر لاحظ عزيز الطالب إذن أنا بديت بالصفر بعدها بديت بسالب اثنين لاحظ ليش لأن أنا عندي الاي سالبة إذن لاحظ معي عزيز الطالب إذا كان عندي الساين الاي موجبة إذا رح أبدأ صفر بعدها واحد أو على حسب الساعة ماتي صفر واحد صفر سالب واحد صفر لكن إذا كانت الاي سالبة معناتها رح أبدأ بصفر بعدها بسالب واحد بعدها بصفر بعدها بواحد وبصفر إذن اتجاهي يتوقف على إشارة الاي نتطرق الآن إلى دالة جيب التمام دالة جيب التمام بصورة f of x تساوي cos x حيث x تنتمي إلى r هي دالة مثلثية مجالها r إذن دالة جيب التمام دالة مثلثية مجالها r ودالة الجيب أيضا دالة مثلثية مجالها r إذن دالة الجيب ودالة جيب التمام نفس المجال مداها من سالب واحد إلى واحد نفس مدى أو نفس مدى دالة الجيب جيب التمام هي دالة دورية ذات الدورة اثنين باي إذن نلاحظ إنه أشياء مشتركة بين الجيب وجيب التمام نفس المجال مجالهم اثنين هم r المداهم اثنين هم من سالب واحد واحد الدورة دورتهم هي دالة دورية دورتهم اثنين باي نقسم الدورة الواحدة إلى أرباع نكون الجدول نفس خطوات اللي أنا بديت فيها بدالة الجيب رح أبدأ فيها بدالة الجيب التمام إذن x cos x0 باي على اثنين باي ثلاثة باي على اثنين اثنين باي إذن cos 0 بواحد صفر سالب واحد صفر واحد إذن لاحظ عزيز الطالب شنو الاختلاف بين دالة الجيب وجيب التمام دالة الجيب عزيز الطالب أنا أبدأ من الصفر لكن في دالة جيب التمام أبدأ من السعة لأن cos 0 يعطيني بواحد cos 0 بواحد إذن سفر وواحد لاحظ معي عزيز الطالب إذن هذه السعة بين الواحد والسالب واحد إذن بديت صفر وواحد باي على اثنين وصفر باي وسالب واحد ثلاثة باي على اثنين وصفر اثنين باي لاحظ عزيز الطالب إذن أنا أعلى قيمة عندي الواحد وأصغر قيمة عندي هنا عنده الباي إذن لاحظ عزيز الطالب أني أنا ما بديت في دالة الجيب التمام من الصفر هذا الاختلاف هذا اللي أقدر أميز دالة الجيب من دالة جيب التمام وبالتالي إنها دالة دورية دورتها اثنين باي ونفس الطريقة نفس طريقة الجيب إنها تتكرر قيمها ومن ذلك يمكن رسم بيان الدالة إذن لاحظ عزيز الطالب هذا بيان دالة الجيب التمام إذن لاحظ إنها هي ما تمر بالنقطة صفر وصفر إذن لاحظ من الواحد هذه دورة باللون الأخضر هذه دورة بعدها اللي باللون الأحمر هذه دورة ثانية أو من الجهة الأخرى إذن عزيز الطالب من التمثيل البياني سوف نأخذ بعض الملاحظات مثل ما أخذنا ملاحظات الجيب إذن F في X تساوي كوسين X حيث X تنتمي إلى R لأي عدد صحيح N فإنه كوسين باي على 2 زائد N باي يساوي الصفر أيضا لأي عدد صحيح N فإنه للدالة أوفف X تساوي كوسين X قيمة عظمة عنده X تساوي 2N باي وأيضا قيمة صغرى عنده X تساوي باي زائد 2N باي أيضا دالة الجيب التمام زوجية لأنه كوسين سالب X تساوي كوسين X إذن الفرق بين دالة الجيب ودالة الجيب التمام إن دالة الجيب دالة فردية ودالة الجيب التمام الكوسين هي دالة زوجية إذن منحنة الدالة متناظر حول محور الصادات أما في دالة الجيب متناظر حول نقطة الأصل ساعة الدالة هي A تساوي القيمة العظمى ناقص القيمة الصغرى على أثنين مثال أوجد السعة والدورة ثم أرسم بيان الدالة عزيز الطالب مثل الخطوات اللي مشينا فيها بدالة الجيب نمشي فيها بدالة الجيب التمام إذن السعة عبارة عن مطلق الأي اللي هو مطلق الأثنين يساوي أثنين الدورة تساوي أثنين باي على مطلق البي أثنين باي على الأربعة تساوي باي على 2 ربع الدورة راح تصير باي على 8 إذن راح نبدأ بالـ X اللي هو الصفر باي على 8 باي على 4 ثلاثة باي على 8 باي على 2 إذن عزيزي الطالب أنا فيه كل مرة أزيد اللي هي ربع الدورة اللي هي باي على 2 إذن أستخدم الآلة وأعوض فتطلع لي الـ Y قيمتها بـ 2 باي على 8 بـ 0 باي على 4 بسالب 2 صفر أثنين إذن أرسم إذن السعى ماتي من بين 2 وسالب 2 إذن عنده صفر صفر وأثنين بعدين بصفر بعدها بسالب أثنين صفر وأثنين إذن أبدأ أرسم إذن هذه دورة هذه الدورة الثانية إذن دورتين أكمل ممكنني أكمل في هذا الاتجاه أو في الاتجاه الآخر سوف نتطرق إلى الدالة الثالثة اللي هي دالة الظل عزيز الطالب هي دالة مثلثية على الصورة تانف الـ X تساوي ساين الـ X على كوساين الـ X حيث كوساين الـ X لا يساوي الصفر مجالها R ما عدا مجموعة X حيث الـ X تساوي باي على أثنين زائد N باي حيث الـ N تنتمي إلى Z إذن لاحظ أزيز الطالب إن مجال دالة الظل تختلف عن مجال دالتي اللي هي الجيب وجيب التمام الجيب وجيب التمام قلنا مجالهم R لكن دالة الظل مجالها R ما عدا المجموعة X حيث الـ X تساوي باي على أثنين زائد N باي حيث الـ N تنتمي إلى Z أيضا مداها R وهي دالة دورية ذات الدورة باي إذن مداها R لكن في دالة الجيب وجيب التمام كان المدى من سالب واحد إلى واحد أيضا هنا قلنا دالة دورية في دالة الجيب وجيب التمام دالة دورية دورتها أثنين باي لكن في الظل الدورة هي باي أيضا للحصول على التمثيل البياني لي Y تساوي ثاني الـ X في دورة واحدة اللي هي من سالب باي على أثنين وباي على أثنين نخصم الدورة إلى أربع كما هو في الجدول التالي إذن ربع الدورة تساوي باي على أربعة إذن نرسم الـ X عبارة عن الدورة صفر باي على أربعة باي على أثنين سالب باي على أربعة وسالب باي على أثنين لاحظ عند الصفر تان الصفر بصفر تان باي على أربعة بواحد تان باي على أثنين غير معرف ليش غير معرف عزيز الطالب؟ لأنه احنا قلنا التان عبارة عن الساين على الكوساين وساين الصفر ساين اللي هو باي على أثنين ساين الباي على أثنين عبارة الساين عبارة عن واحد على صفر إذن غير معرف ما يصير المقام يكون في صفر إذن عند باي على أثنين غير معرف وأيضا عند سالب باي على أثنين غير معرف إذن لمن أي أرسم أني أنا رح أرسم لاحظ صفر وصفر إذن باي على أربعة عند الباي على أثنين أنا رسمت خط رأسي متقطع وبيان الدالة رح يكون محاذي لهذا الخط الرأسي حيث أنها دالة دورية دورتها باي فإنها تكرر قيمتها ومن ذلك يمكن رسم بيان الدالة إذن لاحظ عزيز الطالب إذن لاحظ أنه عند باي على أثنين نرسم خط رأسي متقطع وتكون الدالة محاذى لهذا الخط الرأسي لأنه عند باي على أثنين وسائل باي على أثنين غير معرف وأيضا عند ثلاثة باي على أثنين هم أيضا غير معرف فهم رح نرسم الرسمة محاذى لهذا الخط الرأسي إذن لاحظ عزيز الطالب أنه عند باي على أثنين وسائل باي على أثنين في خط رأسي نسميها محاذيات رأسية وأيضا عند ثلاثة باي على أثنين أيضا خط رأسي ونسميه محاذيات رأسية وأيضا طبعا تتكرر بالجهة الأخرى وبنفس الطريقة وأيضا في هذه الجهة الجهة الأخرى بهذه الطريقة بنفس الطريقة هذه رسمة دالة الظل من البيان أو من التمثيل رح نلاحظ عدة ملاحظات نلاحظها f of x يساوي tan x حيث x تنتمي إلى r نلاحظ لأي عدد صحيح n فإن tan n by تساوي الصفر وأيضا فإن لأي عدد صحيح n فإن tan by على أثنين زائد n by قير معرف وتسمى المستقيمات x تساوي by على أثنين زائد n by محاذيات رأسية لبيان الدالة f of x تساوي tan x حيث x تنتمي إلى r وأيضا نلاحظ دالة الظل دالة فردية لأن tan سالب x تساوي سالب tan x إذن دالة الظل فردية ودالة الجيب أيضا فردية عزيزي الطالب أيضا منحنة دالة متناظر حول نقطة الأصل إذن في دالة الظل ودالة الجيب أثنين هم متناظرين حول نقطة الأصل الدالة ليس لها سعة إذن الميزة اللي تميز دالة الظل عن دالة الجيب وجيب التمام إن دالة الجيب وجيب التمام لهم سعة وقلنا استعمالتهم لها مطلق لكن دالة الظل ليس لها سعة أوجد الدورة ثم أرسم بيان الدالة y تساوي tan 2x حيث الأكس أكبر من أو تساوي سالب باي على أربعة وأصغر من أو تساوي باي على أربعة طبعا إحنا قلنا في دالة الثان عزيزي الطالب لا توجد لها السعة إذن ما أقدر أنا أيب السعة إذن رح أوجد الدورة على طول اللي هي باي إحنا قلنا دورتها باي وليست 2 باي 2 باي حق الجيب وجيب التمام لكن نظل عبارة عن باي على مطلق البي اللي هي باي على أثنين ونوجد ربع الدورة اللي هي باي على ثمانية اللي هي باي على أثنين على أربعة فتصير باي على ثمانية اللي هي ربع الدورة رح نسوي الجدول إذن الإكس عبارة عن سالب باي على أربعة إذا بديت بالصفر بعدين باي على ثمانية أزيدها باي على ثمانية تعطيني باي على أربعة من الجهة الأخرى رح تصير سالب باي على ثمانية وسالب باي على أربع إذن عند سالب باي على أربع عزيز الطالب غير معرف عند سالب باي على ثمانية بسالب واحد طبعاً الصفر تانها بصفر باي على ثمانية بواحد عند باي على أربع غير معرف إذن عزيز الطالب كوننا الجدول ولاحظنا عند سالب باي على أربع وباي على أربع غير معرف يعني عند باي على أربع وسالب باي على أربع رح أرسم خط متقطع اللي نسميها محاذيات رأسية إذن أعوض أرسم صفر صفر عندي واحد وعندي هنا عند سالب باي على اثنين بسالب واحد أبدأ أوصل أرسم وأيضا في الجهة الأخرى ممكن أنا أرسم الرسم بنفس الخطوات بنفس الطريقة ونلاحظ عند ثلاثة باي على أربعة أيضا غير معرف إذن عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية حلقتنا فكانت حلقتنا اليوم عزيز الطالب عن تمثيل الدوال المثلثية اللي هو تمثيل دالة الجيب وجيب التمام ودالة الظل قلنا عزيز الطالب دالة الجيب وجيب التمام تقريبا لهم نفس الخواص إنهما دالة دورية دورتهم أثنين باي السعة عبارة عن مطلق الاي مداها محصورة بين سالب الواحد والواحد وقلنا لكن دالة الجيب متناظرة حول نقطة الأصل ودالة الجيب التمام متناظرة حول محور الصادات دالة الجيب عزيز الطالب لازم تمر بصفر وصفر يين حق دالة الظل قلنا دالة الظل ليس لها سعة وأيضا قلنا إنه هي غير معرفة عند باي على أثنين وسالب باي على أثنين وقلنا أيضا إنه دالة الظل هي دالة دورية لكن دورتها باي وبكل الحالات بكلهم عشان أنا أمثل أوجد السعة أوجد الدورة ثم أوجد ربع الدورة وأسوي الجدول وأعوض وأرسم الرسمة إذن عزائي الطلبة إن شاء الله نلقاكم في حلقة أخرى بموضيع أخرى من دروسنا التعليمية لمادة الرياضيات للصف الحادي عشر علمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته